اشتركوا في القناة الانتيكة يرادلها متذوق إنسان متحسس يقعد شون يرتب حديقتها بالبيت ويقعد يتفرج على الورد على الكنقفلاور وعلى الروز وعلى القاردينية ويتحسس بنموها وشكلها ورائحتها الانتيكة كذلك والانتيكة للمعلومات الناس متفهم أنه هاي البضاعة غير خاسرة ديش غير خاسرة لأنه أي شيء استهلاكي وأي شيء نيو يستعمل سنة وسنتين ويذبه ولا شيء هاي كل ما تقدم كل ما تحلى وكل ما صغير ثمنها أعلى على الرغم من التطور التكنولوجي والتقني الذي برز في حياة الإنسان في العقد الأخير من الزمن والذي أسهم في اندثار الكثير من المعني والحراف في بغداد إلا أن مجال الانتيكات ما زال يواجه هذا الخطر باعتباره قيمة تعكس ثقافة المجتمع وتاريخه القديم هسه السوق من مثل قبل هسه السوق شوي ركود بي والركود ليه شمين يجي من باب الأمان والاستقرار والناس يعني العمل موكو كلها متوقفة وماكو شغل وماكو عمل فالعالم ما تشتري سلعة وتقبل عليها مثل ما قبل كانت تشتري جاخد ليه فد دلة فد منظر فد لوحة حلوة فد تحفية فد مسهرية فالشمعدان فالراديو قديم سيرة فلبس من هدن النوعيات الحلوة فالذلك شوية خفت الشغلة يوم على يوم شوية تقل ويوجد لتجارة الأنتيكات بعض القواعد التي لا يعرفها سوى من امتهن تلك الهواية كتجارة حيث أن الإقبال عليه محكوم في بعض المواسم كما أن السوق يحتوي على القطاع الأصلية والمقلدة والنادرة وتنتج القطاع من قبل معامل وفنانين مستقلين يذكر أن مصر تعتبر المنافسة الأولة للعراق في مجال الأنتيكات والقطاع النادرة وذلك بسبب توالي الحضارات على البلدين الأمر الذي فرض تميزاً هاماً للبلدين في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر